خليني اقول لحضراتكم كمان ان اليورو زي ما اتكلمت في البداية النسخة دي بتقول انه زي ما اقولت قبل كده الحقيقة في السادسة مفيش كبير في كرة القدم مبارح بلجيكا بتحصل الرباع الكبير بتحصل فرنسا والبرتغال والمانيا وهولندا وبتخرج على ايد مين؟ على ايد ايطاليا اللي ما كانتش اساسا ضمن الترشيحات كلام كتير جدا نكلموه حتى منهم من نجوم ايطاليا التوبالي هنا في السادسة معنا قالنا انتظروا نسخة مختلفة تماما من ايطاليا وقد كان للدرجة اللي خرجت فيها صحف ايطاليا بعد ما فازوا وتخطوا البلجيك ووصلوا لقبل النهائي مش بصدقين وبيقولوا هو اللي خصل ده حقيقي حقيقي ايطاليا بتهزم بلجيكا بنتيجة اثنين واحد وبتتأهل وبتقدم الحقيقة او منسيني الحقيقة او منسيني بيقدم الحقيقة درس مهم جدا في عالم كرة القدم فريق يعتمد في المقام الاول على الجماعية ويعتمد بشكل كبير جدا على حالة من حالات الانسجام وطبعا قيادة رائعة جدا من منسيني للفريق مش بس خليتي اوصل لدور قبل النهائي لكن غير اسطوب الكرة اللي عرفناها عن ايطاليا على مدار السنين كتير جدا واعتقد انه ايطاليا بنسختها اللي احنا نعرفها ايطاليا البطل المرشح دائما لتحقيل القاب حصلت او رجعت مرة تانية مع منسيني